موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم أحبة الكرام في هذه المداخلة والتي سوف نتحدث فيها عن عدة مواضيع مختلفة تتعلق بالشأن الجزائري أولها هو موضوع الموقف الفرنسي أو التصريحات التي أدل بها إمانويل ماكرون حول الجزائر والتي لا تندرج إلا ضمن التدخل المقنن ببعض الأمور التي تحاول إبعاد شبهة التدخل في الشأن الجزائري ولكنها في الحقيقة هي تدخل في الشأن الجزائري وأبرزها بغض النظر عن ما قاله عن أن الرئيس تبون شجاع وأنه سيدعمه ويساعده لكن الإشكالية في وصف المرحلة بأنها مرحلة انتقالية لماذا؟ النظام الجزائري لم يصف أنه يعيش في مرحلة انتقالية بل أنه انتقم من بعض الذين طالبوا بمرحلة انتقالية في عهدي في الفطرة التي مضت لما كان القيد صالح على قيد الحياة كان يرفض أي مرحلة انتقالية كان يؤكد ويؤسس لما تسمى المرحلة الدستورية بعد ذلك لما رحل هل يعقل أنه بعد وصول تبون إلى الحكم في انتخابات رئاسية بغض النظر عن المشاركة فيها وما إلى ذلك بغض النظر عن هذا هل يعقل أنه بعدها تكون مرحلة انتقالية حتى الرئيس تبون قال الجمهورية الجديدة لم يتم ذكرها المرحلة الانتقالية ترى لماذا أطلق عليها ماكرون مرحلة انتقالية وكما تعلمون أن لفظ المرحلة الانتقالية ليس بالجديد بالنسبة لماكرون فقد سبق في مارس 2019 وأن دعا إلى مرحلة انتقالية بمهلة معقولة في الجزائر وذلك بعد عدول رئيس أنذاك عبد العزيز بوتفليقة عن الترسح لولاية خامسة واعتبر ماكرون أن ذلك القرار الذي حياه يفتح فصلا جديدا في تاريخ الجزائر ودعا كما ذكرنا إلى مرحلة انتقالية بمهلة معقولة وأصدر أن ذاك وزير الخارجية الفرنسي جانيف لودريان بيانا عبر فيه عن ترحيب باريس بخطوة بوتفليقة والإجراءات التي اتخذها لتحديث النظام السياسي الجزائري المرحلة الانتقالية التي كان يجري الحديث عنها كانت لجأت إليها عصابة بوتفليقة عندما ضاقت بها السبل وعندما خرج الشارع رعى الجزائري وتخندقت المؤسسة العسكرية مع الشارع الجزائري عندئذ لم تجد في تلك المرحلة العصابة إلا أن تجتمع واستنجدت باليمين زروال من أجل مرحلة انتقالية إلى غاية انتخابات رئاسية أخرى ولكن تم إجهاض ذلك واتجه القيل صالح في اتجاه المسار الدستوري وأفضى إلى ما تعلمون ولكن لماذا الآن يجري الحديث عن المرحلة الانتقالية هل عادت تلك المرحلة مع العلم أن تلك المرحلة الانتقالية كانت مدعومة من باريس لأنها تندرج ضمن اتفاقية فالدوغراس والتي تحدثنا عنها في مدخلات سابقة ترى ما هي هذه المرحلة الانتقالية هل المرحلة الانتقالية تتعلق بدأت من مرض الرئيس وعندما يظهر حالته الحقيقية حينها ستتضح ملامح المرحلة الانتقالية أن تأتي إعلان عن مرحلة انتقالية من باريس وعلى لسان الرئيس الفرنسي هو تدخل في شأن جزائر لو أن النظام الجزائري أعلن عن مرحلة انتقالية وقال الرئيس الفرنسي في حوار لما سئل على وضع الجزائري قال هذه بلد لديها سيادة وهي في مرحلة انتقالية ونحن ندعم نظامها وفق رؤى معينة وكذا وكذا ولكن النظام الجزائري الذي يعلن مرحلة انتقالية مرحلة انتقالية أعلن عليها ماكرم ما الذي تغير ذكرنا من قبل بأنه المرحلة لمرحلة الجيد صالح كانت فيها أزمة مع باريس الآن الأمور سمن على عسل بل أنه وزير الخارجية الفرنسي أعلن حتى عن تأييده للبيون وكذلك بالنسبة للرهانات الأمنية والقضايا الجهوية الجزائر على مشارف مرحلة هامة ستمكن شعب الجزائري من التعبير في الفاتح من نوفمبر على مشروع تاديل الدستور الرئيس تبون أعرب عن طموحاته لإصلاح المؤسسات لتقوية الحكمة وإحداث التوازن بين السلطات والحريات وسيعود للجزائريين وحدهم لترجمة آمالهم التي عبروا عنها بطريقة حضارية وبكل اعتزاز وفق رؤية سياسية بمؤسسات قادرة على تجسيدها فرنسا تتمنى نجاح لهذا البلد الصديق في ظل الاخترام الكامل ترى هل هذه المرحلة الانتقالية بدأت بما بعد هذا الدستور الذي هو دستور أكثر ما فيه هي قيم الجمهورية الفرنسية إذن بغض النظر هذا موضوع الانتقالية تحدثنا فيه ولكن الذي حدث أن هناك تدخل لم نسمع أي موقف من طرف أي مسؤول جزائري يقول لا للمرحلة الانتقالية يقول لسنا في مرحلة انتقالية ولكن عندما يتحدث إعلامي أو ناشط سياسي جزائري أو حتى متظاهرين جزائريين يطالبون بالمرحلة الانتقالية يهب الإعلام هذا إعلام الموالي والإعلام المدعوم من طرف السلطة لتشويههم وتعني فيه وما إلى ذلك بل أكثر من ذلك أن عبد المجيد تبون في أكتوبر 2019 عندما كان مرشحا للانتخابات الرئاسية رفض الدخول في مرحلة انتقالية من جديد مؤكدا أن الوضع الذي مرت به الجزائر عام 1992 هو من أجبرها على الدخول في تلك المرحلة قائلا لا المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين وجدد رفضه حتى للدخول في جمهورية ثانية موضحا أنه مع الجمهورية الجديدة التي تتماشى مع الوضع الجديد المعروف منذ سنوات خاصة منذ عهد بوتفليقة وتعال أن القرار الجزائري يقرر في بريث ومن قال لكم غير ذلك فهو يكذب خاصة في الفطرة التي مرضى فيها بوتفليقة منذ أول جلطة دماغية التي كانت في 2005 وبعد ذلك تعافى إلى حد ما ولكن مرضه الثاني كان كارثي ومنذ ذلك الحين والقرار مصادر بمعنى الكلمة الجزائر كانت في وضع حش في وضع ضعف وحقيقة ولكن وصل الأمر إلى أنه لم تكن هناك أي سيادة بمعنى الكلمة ومن يقول غير هذا كاذب لما خرج الجزائريون إلى الشارع ودعمتهم المؤسسة العسكري وأؤكد وأقولها وبوضوح أنه بعد الله تعالى لو لا المؤسسة العسكرية ما حقق الحراك الشعبي أي شيء تعالوا الآن بعض الناشطين من قبل يقولون أن الحراك أن الشعب حرر المؤسسة العسكرية أن الشعب هو الذي أدخل العصابة إلى السجن ها هي العصابة تخرج من السجن عندما تغيرت القيادة العسكرية وراحل القيد صالح الذي كان هدف لهؤلاء قلهم ما تره الشعب الجزائري يعيد هؤلاء إلى السجن قل الشعب الجزائري يخرج للشارع مجددا وباء كورونا من جهة المؤسسة العسكرية لن تغرد في سربي الشارع مرة أخرى بسبب التغير الذي حدث على مستوى القيادات إذن المرحلة الانتقالية التي يعني لها ماكرون إما أنها إما أنه الرئيس وقع له شيء إما أنه رح يكون عجل صحي أو أي شيء من هذا القبيل أو أنه يعود على نفس الوضعية التي كان عليها بوتفليقة أو أنه سيعود ويعلن عن مرحلة انتقالية تتغير كل المعادلة أو أن الرئيس وصفها انتقالية في نظره وفق ما يرى وفي هذه الحالة من المفروض أن السلطات الجزائرية ترد فيما يخص الرئيس الفرنسي من جاوبوش هو حر يسوق البضاء الذي يحب في بلاده وأنا انتخبني الشعب الجزائري وما نعترف إلا الشعب الجزائري قال أنه أنا انتخبني الشعب تبون هكذا إذن انتخبك الشعب في المرحلة الانتقالية البرلمان نفسه برلمان بوتفليقة المؤسسة التبع بوتفليقة الحكومة أكثر وزراء كانوا من المقربين من وزراء بوتفليقة يا ريد كانوا وزراء بوتفليقة كانوا من الدرجة الثانية أو الثالثة في نظام بوتفليقة إذن الإشكالية أن ما حدث هو تدخل معلن الجزائر لم تعبر عن موقفها الجزائر في حال ضعف بمعنى الكلمة هل يعقل أن دولة لديها لم تعلن حتى عندنا تعليق تعليق فقط على قضية ما يحدث تصريحات فيما يخص الإسلام الجزائر عندها جالية بالملايين هنا لم يسمع لها صوت أبدا والآن يتحدث ماكرون على أن الجزائر تعيش مرحلة انتقالية إذا صمتوا معناها مرحلة انتقالية إذن لماذا تعرضتم الجزائريين الذين كانوا يقولون نطالب بمرحلة انتقالية يعني لما الجزائريين خرجوا للشوارع وقالوا نريد مرحلة انتقالية والناشطين الكبار تمت مطاردتهم والزجبهم في السجول لأنهم تحدثوا عن المرحلة الانتقالية هذه سهلة ولكن الأمر الآخر عندما تأتي من قصر الإليزي فأنتم تبلعون السنتكم إذن الرئيس الفرنسي هذه إما أنها الجزائر ستعلم مرحلة الانتقالية أو أنه تعليق من نفسه فقط أو مرحلة انتقالية أو أنه عادت المرحلة الانتقالية التي فشلت فيها العصابة من قبل عادت مجددا وهي في مرحلة ترتيب البيت الداخلي لذلك وبالتنصيق مع الإليزي لذلك سماها مرحلة انتقالية وفي الحالات الثلاث الجزائر في وضع مستباح سيادتها في المستباح كيف لرئيس دولة أجنبية يعلق على شأن داخلي وبهذه الطريقة ويأتي باستلاحات غير واردة طبيعي أن الدول تتمنى إلى بعضها البعض التوفيق وتتمنى كذا يمدح تبون يصفه بالشجاع وفي نفس الوقت يطلق أو يعلن أن الجزائر في مرحلة انتقالية إذن مدامت الجزائر في مرحلة انتقالية هو وصفها الرئيس الفرنسي خلينا نمشي في هذه المرحلة بهذه الطريقة المرحلة الانتقالية ماذا تقتضي تقتضي حل كل المؤسسات المرحلة الانتقالية تقتضي دستور حقيقي فعلي يشارك فيه الشعب وليس هذا الدستور الذي صنع في دوائر معروفة وفرد على الجزائريين فرضا لذلك إخواني أنه الوضع الجزائري في حال الضعف الآن جات وباء كورونا وذكرنا مرارا وتكرار أنه الرئيس تبون ارتكب خطأ وخطيئة ولكنها في نفس الوقت حماقة لا يمكن أن تأتي من عاقل بمعنى الكريمة أنه تلجأ إلى دستور كتاب الدستور في ظروف صعبة واقع مزري ووضع صحي سيء والجزائري أصل المقاطع وليس له لا أثقة وتجي وتفرض دستور بأقلية وتريد أن تقول أنني سأدخل جمهورية جديدة على أي أساس دخلت هذه الجمهورية الجديدة هذه الجمهورية لأقلية الأقليات تحكم الأغلبية الوضع وضع كورونا في الجزائر سيء الأرقام التي تقدم ليست صحيحة أنا يوميا يا جماعة الناس اللي نعرفهم فقط يوميا أتلقى معلومات عن أشخاص يتوفون أكثر من في جهة واحدة في عدة مناطق فقط من شرق الجزائر أكثر من العدد الذي تعلنه الدولة الجزائرية على مستوى قطر الجزائر الوباء انتشر مؤسف جدا مؤسف جدا أن هذا الوضع المستشفيات كارثية الدولة التي ليست لديها حتى مستشفى واحد تعالج فيه وزراء وجي ويقول لك بأننا بخير أنا قلت ونزيد نكرر ونأكد أن ندام منظومة الصحية أحسن منظومة في المغرب العربي وفي إفريقي حب من حب وكره من كره نحن أمام جائحة عالمية الجزائر مقبلة على كارثة بمعنى الكلمة إن لم يلطف بها رب العالمين والله إذا كان رب العالمين نظر بنظرة الرحمة لهذا الشعب الذي عانى الأمرين على مدار سنوات حتى استبشرنا خيرا بعد 22 فيفري سقطت العهدى الخامسة بدأنا نرى رؤوس الفساد يزج بهم في السجون استبشرنا خيرا قلنا ربما يكون هناك من ينظر بشفقة على نفسه وعلى هذه البلاد العظيمة التي حولوها إلى هذا الوضع البائس ولكن للأسف لم يمكث ذلك طويلا يعني ما 22 فيفري من فيفري 2019 إلى فيفري 2020 انقلب الحابل على النابل وتغيرت المعادلة كلها ووجدنا أنفسنا في زمن بتفليقي بانتياز ما كان ينقصه فقط أن يكون رئيس مريض ورئاسة الجمهورية تكذب عليه على الجزائريين وهذا تحقق في أكتوبر 2020 نعم هذا تحقق في أكتوبر 2020 وصرنا رضا لانس صار الجزائريون يتساءلون أين الرئيس أخبار تأتي من هنا مهناك بيانات تكتب بطريقة فيها فيها ما ليس فيها غباء واحتقار وغثاء بمعنى الكلمة أظهر الرئيس أظهر الرئيس الدولة اللي أصيب رئيسها بكورونا وزراء بكورونا الوفيات لا تحصى ولا تعد المستشفيات في وضع كارثي بمعنى الكلمة الوضع الاجتماعي يعلم به الرب سبحانه الفقر الناس ما لقى تشقوط يومهم القدرة الشرائية تدهورت إلى أبعد الحدود ما كانش هناك خطة في الوقت الذي يحتاج الجزائريون إلى سياسة رشيدة لمواجهة هذا التحدي هذا التحدي العالمي كما تفعل كل الدول ماذا نسمع رئيس في الخارج دستور مرروه الجيش الآن يعزف على أوطار حرب في الصحراء الغربية وطبعا حتى نكونوا صرحا بالرغم من عدالة القضية الصحراوية إلا أن البوليزاريو لا يمكنها أن تقرع طبول الحرب أو تعود للحرب بقرار من نفسها إذا لم يكن بإعاز جزائري أو على الأقل أنهم استشاروا الجزائريين ووافقوا عليهم هذا في أقل الأحوال أما أن يبادروا إلى إنهاء وقف إطلاق النار بمحض إرادتهم هذا لا يمكن أن يحضر هذا لا يمكن لاعتبارات عديدة ليس استصغارا من شأنهم كما قد يفهمه البعض بل أنه دولة حليفة لهم يتواجدون على أراضيها الأمر يقتضي أن التنسيق معها أو مساورتها في أقل الأحوال الجيش الجزائري يا جماعة الخير هذه الأيام أكثر لنا من شعارات الجزائر قوي شنغريح يجيب لك الجزائر هي أقوى في المنطقة الجزائر هي أقوى الدولة في المنطقة أقوى الدولة برئاستها بحكومتها بالمؤسسات انتحها كلها وبالجيش الوطني الشعبي انتحها القوة لا تعني السلاح فقط يا حضرة الفريق لا تعني فقط السلاح هل الجيش هذا اللي تقول قوي نعم نعم ما تقول قوي في المنطقة هل هو الذي يصنع أسلحة وقول له أسلحة مستوردة هذا من جهة من جهة ثانية قوة الجيش فقط لا تعني بعتاده وعدته وما إلى ذلك تعني أيضا بقوة الدولة التي ينتمي إليها القوة الدولة هشة نظامها سيء حكومتها بائسة أين إعلامها أسوأ إعلام ممكن على وجه الأرض فين رايح تكون قوة إذا كان عندك جندي وعندك عتاد وعندك قوة عسكرية لا يمكن القوة العسكرية أن تنتصر في الحروب إذا لم تكن هناك بالموازات قوة سياسية وقوة دبلوماسية وقوة إعلامية وقوة اجتماعية نعم إذا كان الجزائري يحب جيشه وهذه حقيقة ولكن هل كل الجزائريين يحبوا نظامهم السياسي؟ هذا أصغر دليل يمكن أن يؤخذ حاول أن الرئيس قالهم روحوا وفوتوا على الدستور أكثر من عشرين مليون مراهب من الهيئة الناخبة وراحوا ثلاث ملايين فوتوا عليه نعم لو كان لو كان كما يقول شنجريحة أنه النظام قوي للشعب راح للإتخابات استجابوا الشعب قاطع إذن هناك هو صحيقة ما بين الشعب والسلطة هذه ستؤثر ما تقول أن الشعب يحب جيشه الجيش يا جماعة هو قوة عسكرية للدولة ولكن ليس قوة حكم وليس قوة الهيمنة على النظام هذه هي الإشكالية نعم الجيش هو عامود الفقري للدولة ولكن الجيش والشعب والحكوم هذا هو المثلث أي طرف الحكومة بائسة الشعب لا يثق في حكومته إن كان يحب جيشه لكن لا يثق في حكومته كيف راح يستمر هذا المثلث ويمكن أن يكون يحقق القوة للدولة أبدا إذا كان الجيش عنده علاقة قوية مع الشعب صح ولكن الشعب ما عنده علاقة طيبة مع النظام النظام أصلا حتى النظام متصارع فيها معلومات تتحدث عن صراعات وخلافات ما بين المؤسسة العسكرية ومؤسسة الرئاسية إذن هذا المثلث الذي يمثل القوة للدولة مونكسر أين هي هذه القوة قوة الدولة تكون في قوة شعبها من ناحية الاجتماعية يكون وضعه جيد اقتصادي صحي معنوي العمل المتوفر البطالة غير موجودة كل هذه الأمور الشعب واعي مثقف المدرسة في مستواها الحقيقي لصناعة أجيال واعدة هذا هو الشعب الحكومة تكون حكومة غير فاسدة حكومة راشدة لديها مشروع لديها مشروعية منتخبة شعبيا خارج من إطار انتخاب شعبي شارك فيه كل الجزائريين الجيش يكون قوي بعتاده بمعنوياته غير المنهارة بمعنوياته القوية أما أن يكون جيش خرج من التسعينات في حرب ضد الإرهاب وكان قولها للتاريخ تعب الجيش من حرب الإرهاب لو لم يتحالف معه الشعب الشعب حمل السلاح ضد الإرهاب وبذلك انتصرت الدولة على الإرهاب لو كان مخرج الشعب أيضا حمل السلاح للباتريوت وغير وكذا وكذا الجيش أرهق إرهاقا كبيرا لعدة أسباب من بينها أن يدوا عسكريين إلى بعض المناطق ما يعرفوا عليها شيء والناس اللي حملين السلاح والمتمردين والإرهابيين حملين السلاح ضد الدولة لأبناء المنطقة يعرفونها جيدا لذلك واحد يحارب في أشباح عانوا الأمريين عان الجيش الأمريين لذلك إخواني الكرام نقول نأكد على أن القوة هنا أما أنك تبدأ تروج للجيش قوي أنه لا يقهر وأنه سيستطيع أن يسحق المغرب وغير 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 هذا كلام فارغ هذا داروه قبل على العراق واشقالوا فيه واشقالوا فيه في النهاية يا هرأكم شفتوا ماذا حدث في معركة المطار مطار بغداد وكيف الجيش الأمريكي في مشوار كان في وسط العاصمة العراقية وأسقط تمثال صدام حسين ما تبالغوا حتى لأنك جيش قوي ما تدت تكثر الحديث عليه القوي حقيقة لا يكثر الحديث عن قوته لأنه إذا أكثرت الحديث عن أنه جيش قوي فهذا قد تأخذ على أنك ضعيف تكثر من الفحيح حتى تخيف الآخرين قد تقرأ من هذا الجانب فضلا من أنه المعطيات تبع الجيش راح عند خصوم كلهم ما تقول لأنه لا أحد يدري الناس تعرف عاد تعرف جيش بعضها بالكل من الداخل إذن ما هو ما هو ما نحن في حاجة أجأ إلى مثل هذه الأمور الدولة الجزائرية الآن أمام تحديات ليسوا في حاجة إلى أن تشعل لهم حرب في ظل مواجهة كورونا أن تقرأ طبول الحرب مع المغرب الأهل المغاربة أشقائنا مثل الصحراويين وهنا أشير إلى نقطة مهمة الرئيس السابق منصف المرزوقي صرح تصريحات خطيرة جدا جدا مؤسفة مؤسفة جدا أن تأتي من حقوقي يدافع عن حقوق الإنسان في حوار أجرته معه القدس العربي قال المرزوقي لا يمكن أن نضحي بمستقبل مئة مليون مغاربة لأجل مئة ألف صحراوي أول ما اعترف بأنهم صحراويين أنت يعني هل هذا منطق هل هذا منطق حقوقي أنك يعني ميهمن مئة ألف مواطن واحد لديه كرامته هذا لا يمكن أن يصدر من منطق معناها من أجل مئة مليون مغاربي إذا اقتضى الأمر نبيد مئة ألف صحراوي هل هذا منطق أيها المرزوقي معناها معناها بحسب هذا المنطق الذي هو لا منطقي أبدا ولا يعقل أن يأتي من طرف رجل يقدم نفسه أنه مناظر حقوق يدافع عن حقوق الناس وكان يصف الأنظمة العربية بالاحتلال الداخلي وكنت في ذلك الوقت دائما نلتقي في باريس وكان لا يحلم أن يكون رئيس دولة لم يحلم بي كان حلم فقط أنه يدخل تونس ويخر وفجأة في ظروف معينة وجد نفسه رئيس دولة وفشل فشل ذريع بمعنى الكلمة في أداء المهام فشل فشلا ذريعا حقيقة ولكن يصل هو كان يصف العنظمة بالاحتلال الداخلي ويتحدث دائما عن من حق الشعوب أن تقرر مصيرها مئة ألف شخص صحراوي هم شاعب ومن حقهم أن يقروا مصير وفق المبادئ والقيم التي يتحدث عنها منصف المرزوق يعني بمنطق سيل مرزوق بالمنطق نتاعه يعني مئة مليون مغاربي ما يكون يضحه من أجل مئتين ألف صحراوي يعني 0.002 بالمئة مقارنة بالنسبة لو تعود إلى برنامج برنامج الحزب الذي أسسه برنامج حزب حراك تونس الإرادة لأسه في ديسمبر 2015 وكان اسمه حزب شعب المواطنين كان ذكر من أهدافه ينتصر لقضايا التحرر وحق الشعوب في تقرير مصيرها وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني المقاوم الفلسطينيين عددهم خمسة مليون يعني ما يشكل 1.31% من سكان العالم العربي لهم 380 مليون ماذا لو أن السكان العالم العربي سيكونون في خطر بسبب الملف الفلسطيني وفق منطق المرزوقي معناها يجب أن نضحي بفلسطين أيضا وبالفلسطينيين أيضا في حقهم في تقرير مصيرهم لأنه سيدفع ثمن 380 مليون عربي مواطن عرب إذا كان بوفق هذا المنطق وإذا كان هذه القضية ستذر بالكون اللي فيها 8 ملاير ونص معناها اللي حوالي 0.05 أمس الفلسطينيين يشكلون 0.05 من سكان العالم معناها إذا كان هذا الملف سيؤدي إلى حرب عالمية وذرب البشرية معناها يجب أن نسكت عن قضية فلسطين لو كان منطق المرزوق حاضر لما كان الجزائر محتلة وقد حرك الجزائريون في الـ 54 في ثورتهم وكانوا ذلك عدة ملايين قليلة يعدون حوالي ما لحقوا 10 ملايين معناها وفق المنطق انتاعوا أنه لو كان جاء في ذلك الزمن أن الجزائريون سيسببون فتنة في المغرب العربي العربي بثورتهم هذه تؤدي إلى خطر يجب أن يسكتوا هذا منطق لا يمكن أن يصطر من طرف شخص يقول أنه حقوقي وأنه يدافع عن حقوق الإنسان وأنا أتحدث من منطلق أن يعني أعرفه جيدا وأعرفه ولا أريد أن أخوض في هذا الجانب فهو رجل لديه إيجابياته ولديه سلبياته رجل عرفنا في مجال حقوق الإنسان ونظلنا سويا ولكن للأسف الشديد أنه لما تسمع بهذا المنطق ماذا كان ينتقد وأنه نجلس هنا في باريس وكان لا يترك شيء إلا وقالوا في بوتفليق بمجرد ما صار رئيس أول زيارة خارجية كانت للجزائر كان يطعن في الملك كان يطعن في الملك طعن كبير الملك المغربي وبمجرد ما صار رئيس شاهدوا هذه الصورة مثلا التي تظهر لكم على الشاشة ما هكذا ما هكذا تسير الأمور أيها المرزوحي هذا ميزان مختل الصحراويون لديهم حقهم الاتحاد المغاربي كأن المشكلة في الاتحاد المغاربي هي فقط أنهم الصحراويين هم السبب يعني يجب أن هذا الصحراويين ليس لهم الحق في تقرير مصيرهم لأنهم يهددون الوحدة المغاربية كأن هناك أصلا وحدة مغاربية كأن المغرب الذي عنده مستقلة الجزائر في 62 خاض حرب الرمال معه في 63 ومنذ ذلك الحين وهو يكيد للجزائر لم يرى هذا المنصف المرزوقي لم يرى هذه الأمور من المفروض أنت رئيس دولة لما خرجت من الرئاسة رك عملت مؤسسة كبرى سمتها مؤسسة منصف المرزوقي تساهم في العمل الإنساني مع رؤسة حكومات سابقين رؤسة دول متقاعدين وكذا 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 وتعمل وتقدم خدمات لكن أنت تحول إلى مجرد بوق تطلق به قطر النار على خصومها أو أي طرف آخر أعتقد بأن هذا لا يليق بمناضل آذل يقول أنه قضى عمره في الدفاع عن حقوق المظلومين الوحدة المغاربية ننشدها جميعا ونريد وحدة مغاربية مواطن مغربي ينطلق من الرباط يصل إلى يصل إلى ليبيا ليبيا وحتى مصر يصل حتى إلى مصر ليست المغرب العربي فقط من دون إلا ببطاق التعريف نحلم بها ولكن هذا عندما تكون هناك إرادة حقيقية خليهم يقر مصيرهم إذا أسوا دولتهم وعندما نصل إلى مرحلة أنه يحدث تغيير حقيقي يقف الأنظمة والحكومات تأتينا أنظمة والحكومات أخرى تنشد الوحدة المغاربية هنا سنقول مرحبا بوحدة مغاربية تمتد من المغرب إلى إلى ليبيا حقيقة ونوله ست دول هي التي تتوحد وليست خمسة دول فقط المغرب وصحراء الغربية والجزائر وتونس وليبيا وموريطان حكا يعني كأنه إذا تأسس الدولة دولة أخرى صحراوية وحقر الشعب الصحراوي مصيره معنى خلاص الوحدة المغاربية انتهت وبالمغارب الغريب أنه في الحوار يحمل النظام الجزائري فقط مسؤولية ضرب الوحدة المغاربية يتحمل مسؤولية كبيرة حقيقة لأن الجزائر هي الدولة الكبرى في المنطقة ولكن أيضا المغرب نظامه يتحمل المسؤولية القذافي يتحمل المسؤولية ها هي بعد راح القذافي غرقت ليبيا في حرب أهلية دونس أيضا تتحمل المسؤولية على مدار حكم بن علي والفطرة القصيرة التي قضاها المرزوك أيضا في الحكم ما أضاف شيء كان في قصر قرطاج رئيس يخرج البر يتكلم في الإعلام معارض لقصر قرطاج الذي هو رئيس فيه للأسف الشديد للأسف الشديد مثل هذه التصريحات من المفروض من المفروض أنها يجب أن تعالج قانونية عندما تقول لا نضحي معناها نبيض هؤلاء ليس لهم حق حتى في الحياة المرزوك هذا طالما يدافع عن حقوق الناس الناس المخيمات منذ 76 مولدوا وأنجبوا الأولاد والأحفاد في المخيمات تندوف ويعانون الأمرين من الصحراء والعواصف والحرارة وما إلى ذلك والفقر هذا مكامل لم يهز فيك شعر المهم يرضى عليك الملك لأنه يوما ما قلدك قلدك قلادة معينة وتكريم معين لم يحمل المغرب أي شيء خليهم يقروا مصيرهم ونناضل جميعا من أجل وحدة مغاربية ستكون تتحدى العالم عندما تأتي من ست دول وليست خمس دول ولكن أنت من أنت أيها المرزوق حتى تقرر في أماكن الصحراويين أنك تؤيد الحكم الذاتي للصحراويين من أنت أصلا أنت في بلدك فشلت في كل المجالات بل أنك أعلنت تطليق عالم السياسة واختفيت فطرة ولكن جاءك الإعاز من الدوحة فعاودت رجعت فقط لأنك تريد تصفية حساباتك مع الإمارات ومع السعودية وكذا وكذا مع هذه الأطراف كأن هذه الأطراف هي التي تتحمل مسؤولية الفشل الذي منيت منيت به في ممارستك السياسة بلدك لا أريد أن أقول أكثر من هذا ففي جعبة الكثير ولكن مؤسف جدا أن رئيس دولة سابق آبق ومناضل في حقوق الإنسان يري يتحدث بهذه اللغة لو قال أنه الصحراويين نتفهم مطالبهم ونتفهم هذه الأشياء ونتفهم الشرعية الدولية ونتفهم مثل هذه الأمور وكذا ولكن كان الأفضل هي الوحدة خلينا نجرب مثلا الحكم الذاتي بمرحلة مؤقتة ربما تكون عنده إيجابيات تتحللنا مشاكلنا قبل الوحدة المغاربية لو تحدث بهذا المنطق ولكن أن يقول لا نضحي ب مئة مليون مغارب لأجل مئة ألف صحراوي أعتقد بأنه حتى الذين اختاروا هذا العنوان وهو الذي جاء على لسانه قرأته أنا قلت ربما القدس العربي التي هي تابعة لقطر قلت ربما استعملت هذا العنوان بطريقة مبالغ فيها ولكن وجدت كلامه قال هذا الكلام للأسف الشديد ما يمكن أبدا أن هذا الأمر يصل إلى هذا الحد نعم ننشد الوحدة المغاربية ننشد أن نكون كيان واحد فقوة الشعوب والدول في توحدها ولكن لن يأتي هذا لك على حساب منطهدين ومظلومين ولا يجب أن نميل لطرف على حساب طرف آخر آخر لا يمكن يعني كأنه عندما نسلم الصحرى الغربية إلى محمد السادس محمد السادس بكرة يقبل بوحدة مع الجزائر ولا وحدة مع تونس ولا وحدة ماليد بيه هذا كلام فقط يستعمل من طرف الذباب الإلكتروني المغربي تحت مسمى الوحدة الترابية والوحدة المغاربية وما إلى ذلك ووحدة الشعوب فقط من أجل تبرير بعض السياسات للأسف الشديد أنه أخذ هذا القوس فيما يخص الدكتور منصف المرزوقي كل هذا الوقت على كل حال عموما أن الوضع نعود إلى ملف الجزائر أن الوضع في الجزائر سيء جدا وأنه وضع ضعيف الرئيس غائب لم يظهر إلى حد اللحظة من هذا اليوم ربما سيظهر لاحقا ربما لن يظهر المهم لا أحد يعلم أعمل مصيره الرئاسة تتخبط تتخبط الرئاسة لا يوجد فيها رئيس جمهورية لا ندري من يسير البلاد ولا من يتحكم في قرار العباد في هذه البلاد للأسف الشديد كل شيء عاد إلى العهد البتفليقي ربما أن العصابة ترقص في سجونها عندما ترانا في نفس الوضع الذي كنا عليه قبل 22 فيبري 2019 عندما كان الرئيس يعالج في سويسرا والعصابة تطبخ له عهدة خامسة الآن أيضا الرئيس في ألمانيا حقيقة لم يظهر بعد لا ندري الأخبار هاي تتداول الله أعلم على حاله والله أعلم على مآله وفي نفس الوقت هناك من يسير الدولة ويقرر في مكان الرئيس من هو قبل كنا نعرف أنه السعيد بوتفليقة هو اللي عنده الكاشي ذرك ما زلنا لا ندري شيئا نتمنى أن يظهر الرئيس اليوم قبل الغد وتزول كل هذه الوساوس وتعود الدولة إلى سكتها الصحيحة ولكن في نظري أن عودة الدولة إلى سكتها الصحيحة قد قد انحرفت انحرافا لن يكون لأنه هذا الانحراف للأسف الشديد بدأ في أول نظمبر 2020 الذي من المفروض يكون يوم تاريخي للوحدة بين الجزائريين كان يوم للتقسيم وفق دستور صنعه العرابة بإحاءات جاءته من وراء البحار لن تعود إلا بالوبال على الجزائريين ما زال الحديث طويل إل وجوانب أخرى سنتحدث فيها بإذن الله تعالى في مداخلات أخرى لذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله